في الصداقة والأصدقاء لعبد الله بن المقفعة يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد ابدل لصديقك دمك ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضرك وللعامة بشرك وتحننك ولعدوك عدلك وإنصافك وضن بدينك وعرضك على كل أحد لا تنتحل رأي غيرك إن سمعت من صاحبك كلاما أو رأيت منه رأيا يعجبك فلا تنتحله تزينا به عند الناس واكتفي من التزين بأن تجتني الصواب إذا سمعته وتنسبه إلى صاحبه واعلم أن انتحالك ذلك مسخطة لصاحبك وأن فيه مع ذلك عاراً وصخفاً فإن بلغ بك ذلك أن تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وهو يسمع جمعت مع الظلم قلة الحياء وهذا من سوء الأدب الفاشي في الناس ومن تمام حسن الخلق والأدب في هذا الباب أن تسخو بنفسك لأخيك في من تحل من كلامك ورأيك وتنسب إليه رأيه وكلامه وتزينه مع ذلك ما استطعت تمام إصابة الرأي والقول لا يكون أن من خلقك أن تبتدئ حديثاً ثم تقطعه وتقول سوف كأنك روأت فيه بعد ابتدائك إياه وليكن ترويك فيه قبل التفوه به فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف وغم أخز عقلك وكلامك إلا عند إصابة الموضع فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع فإن أخطأ كذلك أدخلت المحنة على عقلك وقولك حتى تأتي به إن أتيت به في غير موضعه وهو لا بهاء ولا طلاوة له وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول لا تخلط الجد بالهزل إن آثرت أن تفاخر أحداً ممن تستأنس إليه في لهو الحديث فاجعل غاية ذلك الجد ولا تعتد أن تتكلم فيه بما كان هزلاً فإن بلغه أو قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد هزلاً ولا بالهزل جداً فإنك إن خلطت بالجد هزلاً هجنته وإن خلطت بالهزل جداً كدرته غير أني قد علمت موطناً واحداً إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقرام وذلك أن يتوردك متورد بالسفه والغضب وسوء اللفظ فتجيبه إجابة الهازل المداعب برحب من الذرع وطلاقة من الوجه وثبات من المنطق لا تتطاول على الأصحاب إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك فإنما هو أحد رجلين إن كان رجلاً من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفه عنك أو لعورة يسترها منك أو غائبة يطلع عليها لك فأما صديقك فما أغناك أن يحضره ذو ثقتك وإن كان رجلاً من غير خاصة إخوانك فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه أن لا يصاحب ولا يجالس إلا من تهوى تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب وطب نفساً عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي وداراتاً لألا يظن أصحابك أن دأبك التطاول عليهم إذا أقبل إليك مقبل بوده فسرك أن لا يدبر عنك فلا تنعم الإقبال عليه والتفتح له فإن الإنسان طبع على ضرائب لؤم فمن شأنه أن يرحل عن من لصق به ويلصق بمن رحل عنه إلا من حفظ بالأدب نفسه وكابر طبعه فتحفظ من هذا فيك وفي غيرك ادعاء العلم فضيحة لا تكثرن الدعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك فإنك من ذلك بين فضيحتين إما أن ينازعك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهالة والصلف وإما أن لا ينازعك ويخل في يديكما ادعيت من الأمور فينكشف منك التصنع والمعجزة واستحيي الحياء كله من أن تخبر صاحبك أنك عالم وأنه جاهل مصرحاً أو معرضاً وإن استطلت على الأكفاء فلا تثقن منهم بالصفاء وإن آنست من نفسك فضلاً فتحرج أن تذكره أو تبديه واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده وقلة وقاره في ذلك باب من أبواب البخل واللؤم وأن من خير الأعوان على ذلك السخاء والتكرم وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال وتتحلى بحلية المودة عند العام وتسلك الجدد الذي لا خبار فيه ولا عثار فكن عالما كجاهل وناطقا كعي فأما العلم فيزينك ويرشدك وأما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار وإذا رأيت رجلا يحدث حديثا قد علمته أو يخبر خبرا قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه حرصا على أن يعلم الناس أنك قد علمته فإن في ذلك خفة وسحة وسوء أدب وسخفة وليعرف إخوانك والعامة أنك إن استطعت إلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل فإن فضل القول على الفعل عار وهجنة وفضل الفعل على القول زينة وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو أخبرت به صاحبك أن تحتجن بعض ما في نفسك إعدادا لفضل الفعل على القول وتحرزا بذلك عن تقصير فعل إن قصر وقل ما يكون إلا مقصرا العدل نحو العدو والرضا نحو الصديق احفظ قول الحكيم الذي قال لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل وفيما بينك وبين صديقك الرضاء وذلك أن العدو خصم تصرعه بالحجة وتغلبه بالحكام وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض فإنما حكمه رضاه كيف تختار صديقك اجعل غاية تشبثك في مؤاخاة من تؤاخي ومواصلة من تواصل توطين نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك وإن ظهر لك منه ما تكره فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت أو كالمرأة التي تطلقها إذا شئت ولكنه عرضك ومروءتك فإنما مروءة الرجل إخوانه وأخدانه فإن عثر الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك وإن كنت معذرا نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والملال فيه وإن أنت مع ذلك تصبرت على مقاراته على غير الرضا عاد ذلك إلى العيب والنقيص فالاتئاد للاتئاد والتثبت التثبت وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك فإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها غير مراء ولا حريص وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه وإن الكذاب لا يكون أخا صادقا لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه وإنما سمي الصديق من الصدق قد يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان فكيف إذا ظخر الكذب على اللسان وإن الشرير يكسبك العدو ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة وإن المشنوع شانع صاحبه وعلم أن انقباضك عن الناس يكسبك العداوة وأن انبساطك إليهم يكسبك صديق السوء وسوء الأصدقاء أضر من بغض الأعداء فإنك إن واصلت صديق السوء أعيتك جرائره وإن قطعته شانك اسم القطيعة وألزمك ذلك من يرفع عيبك ولا ينشر عذرك فإن المعايب تنمي والمعاذير لا تنمي لباس انقباض ولباس انبساط البس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ولا عيش ولا مرؤة إلا بهما لباس انقباض واحتجاز من الناس تلبسه للعامة فلا يلقونك إلا متحفظا متشددا متحرزا مستعدة ولباس انبساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك فتلقاهم بذات صدرك وتفضي إليهم بمصول حديثك وتضع عنك مؤنة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل من قليل حق لأن ذا الرأي لا يدخل أحدا من نفسه هذا المدخل إلا بعد الاختبار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد صن لسانك اعلم أن لسانك أداة مصلطة يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك فكل غالب عليه مستمتع به وصارفه في محبته فإذا غلب عقلك فهو لك وإن غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك ففعا مؤسات الصديق إذا نابت أخاك إحدى النوائب من نوازل نعمة أو نزول بلية فاعلم أنك قد ابتليت معه إما بالمؤسات فتشاركه في البلية وإما بالخذلان فتحتمل العار فالتمس المخرج عند أشباه ذلك وآثر مرؤتك على ما سواها فإن نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها فأجمل فلعل الإجمال يسعك لقلة الإجمال في الناس وإن أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغائك مودته وتواضعك له مذل فاغتنم ذلك وعمل به إلى من تعتذر لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرا ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يضفرك بحاجتك ولا تحدثن إلا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك اضطرار وإذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر ولسان طلق إلا أن يكون ممن قطيعته غنيمة إذا غرست من المعروف غرسا وأنفقت عليه نفقة فلا تظنن في تربية ما غرست واستنمائه فتذهب النفقة الأولى ضياعا إخوان الصدق اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا هم زينة في الرخاء وعدة في الشدة ومعونة على خير المعاش والمعاد فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصولات والأسباب إليهم واعلم أنك واجد رغبتك من الإخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم بعض الأبهة التي قد تعتري بعض أهل المرؤات فتحجز عنهم كثيرا مما يرغب في أمثالهم فإذا رأيت أحدا من أولئك قد عثر الدهر فأقله الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف إذا كانت لك عند أحد صنيعة أو كان لك عليه طول فالتمس إحياء ذلك بأمانته وتعظيمه بالتصغير له ولا تقتصرن في قلة المن به على أن تقول لا أذكره ولا أصغي بسمعي إلى من يذكره فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه شيء من الاستطالة فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف احترس من ثورة الغضب احترس من ثورة الغضب وثورة الحمية وثورة الحقل وثورة الجهل وعدد لكل شيء من ذلك عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذكر العاقبة وطلب الفضيلة واعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالاجتهاد والفضل وأن قلة الاستطالة والاستطالة والاستطالة والاستسلام لها فإنه ليس أحد من الناس وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء فأما أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز فليس فليس في ذلك مطمع إلا أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها حتى كأنها ليست فيه وهي في ذلك كامنة كومون النار في العود فإذا وجدت قادحا من علة أو غفلة استورت كما تستورى النار عند القدح ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبها ثم تبدأ النار إلا بعودها كما لا تبدأ النار إلا بعودها الذي كانت فيه ذلل نفسك على الصبر ذلل نفسك بالصبر على جار سوء وعشير سوء وجليس سوء فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك واعلم أن الصبر صبران صبر المرء على ما يكره وصبره عما يحب والصبر على المكروه أكبرهما وأشبههما أن يكون صاحبه مضطرا واعلم أن اللئام أصبر أجسادا وأن الكرامهم أصبر نفوسا وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقحا على الضرب أو رجله قوية على المشي أو يده قوية على العمل فإنما هذا من صفات الحمير ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوبا وللأمور محتملة وفي الضراء متجملة ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطا وللحزم مقترا وللهوى تاركا وللمشقة التي يرجو حسن عقبتها مستخفة وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواضبة ولبصيرته بعزمه منفذة حبب العلم إلى نفسك حبب إلى نفسك العلم حتى تلزمه وتألفه ويكون هو لهوك ولدتك وسلوتك وبلغتك واعلم أن العلم علمان علم للمنافع وعلم لتذكية العقول وأفشى العلمين وأحراهما أن ينشط له صاحبه من غير أن يحض عليه علم المنافع وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة منزلة عند أهل الفضيلة والألباب في السخاء كمال الجود والكرم عود نفسك السخاء واعلم أنه سخاء سخاوة نفس الرجل بما في يده وسخاوته عما في أيدي الناس وسخاوة نفس الرجل بما في يده أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم وأبرأ من الدنس وأنزه فإن هو جمعهما فبذل وعف فقد استكمل الجود والكرم لا تكن حسودا ليكن مما تصرف به الأدى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسودا فإن الحسد خلق لئيم ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان فليكن ما تعامل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك وأن غنما حسنا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم فتقتبس من علمه وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته وأفضل منك في المال فتفيد من ماله وأفضل منك في الجاه فتصيب حاجتك بجاهه وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه كيف تعامل عدوك ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن تخبر عدوك وحاسدك أنك له عدو فتنظره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك واعلم أنه أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدوة فإن ذلك غرة له وسبيل لك إلى القدرة عليه فإن أنت قدرت واستطعت اغتفار العداوة على أن تكافأ بها فهنالك استكمل تعظيم الخطر إن كنت مكافئا بالعداوة والضرر فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية وعداوة الخاصة بعداوة العامة فإن ذلك هو الظلم واعلم مع ذلك أنه ليس كل العداوة والضرر يكافأ بمثله كالخيانة لا تكافأ بالخيانة والسرقة لا تكافأ بالسرقة ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤاخي إخوانه فتدخل بينه وبينهم في سبيل الشقاق والتلاحي والتجافي حتى ينتهي ذلك بهم إلى القطيعة والعداوة له فإنه ليس رجل طرق يمتنع من مؤاخاتك إذا التمست ذلك منه وإن كان أخوان عدوك بغير ذوي طرق فلا عدو لك لا تدع مع السكوت عن شتم عدوك إحصاء مثال به ومعايبه واتباع عوراته حتى لا يشذ عنك من ذلك صغير ولا كبير من غير أن تشيع ذلك عليه فيتقيك به ويستعد له أو تذكره في غير موضعه فتكونك مستعرض الهواء بنبله قبل إمكان الرمي ولا تتخذن اللعن والشتم على علوك سلاحا فإنه لا يجرح في نفس ولا منزلة ولا مال ولا دين إن أردت أن تكون داهيا فلا تحبن أن تسمى داهيا فإنه من عرف بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيف ويتعرض له القوي وإن من إرب الأريب دفن إربه ما استطاع حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة في الطريقة ومن إربه ألا يؤارب العاقل المستقيم الطريقة والذي يطلع على غامض إربه فيمقته عليه وإن أردت السلامة فأشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك الهيبة فتفطن الناس بنفسك وتجرئهم عليك وتدعو إليك منهم كل الذي تهاب فاشعب لمدارات ذلك من كتمان الهيبة وإظهار الجرأة والتهاون وعليك بالحذر والجد في أمرك والجرأة في قلبك حتى تملأ قلبك جرأة ويستفرغ عملك الحذر اعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك ومنهم من يعمل في مصالحتك ومنهم من يعمل في البعد منك فعرفهم على منازلهم ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعز أنصارك في الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كما تحصيها على عدوك وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل قارفت ذلك العيب أو ما شاكله أو سلمت منه فإن كنت قارفت شيئا منه جعلته مما تحصي على نفسك حتى إذا أحصيت ذلك كله فكاثر عدوك بإصلاح نفسك وعثراتك وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك وخذ نفسك بذلك ممسيا ومصبحا فإذا آنست منها دفعا وتهاونا به فاعدد نفسك عاجزا ضائعا خائبا موعرا لعدوك ممكنا له من رميك وإن حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدر على إصلاحه من ذنب مضى لك أو أمر يعيبك عند الناس ولا تراه أنت عيبا فاحفظ ذلك وما عسى أن يقول فيه قائل من حسبك أو مثال بآبائك أو عيب إخوانك ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك واعلم أن عدوك مريدك بذلك فلا تغفل عن التهيئ له والإعداد لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سرا وعلانيا فأما الباطل فلا تروعن به قلبك ولا تستعدن له ولا تشتغلن بشيء من أمره فإنه لا يهولك ما لم يقع وما إن وقعض محل الشهود العدل واعلم أنه قل ما بودها أحد بشيء يعرفه من نفسه وقد كان يطمع في إخفائه عن الناس فيعيره به معير عند السلطان أو غيره إلا كاد يشهد به عليه وجهه وعيناه ولسانه للذي يبدو منه عند ذلك والذي يكون من انكساره وفتوره عند تلك البديهة فاحذر هذه وتصنع لها وخذ أهبتك لبغاتتها وتقدم في أخذ العتاد لنفيها حاذر الغرام بالنساء اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمرؤة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عينه إلى ما ليس عنده منهن وإنما النساء أشباه وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن وإنما المرتغب عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم الدمام فلا يعظه ولا يقطعه عن أمثالها ولا يزال مشغوفا بما لم يذق حتى لو لم يبقى في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن مذاق وهذا هو الحمق والشقاء والسفة ومن لم يحمي نفسه ويضلفها ويحلئها عن الطعام والشراب والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته كان أيسر ما يصيبه من وبال ذلك انقطاع تلك اللذات عنه بخمود نار شهوته وضعف حوام لجسده وقل من تجده إلا مخادعا لنفسه في أمر جسده عند الطعام والشراب والحمية والدواء وفي أمر برؤته عند الأهواء والشهوات وفي أمر دينه عند الريبة والشبهة والطمع كن متواضعا سكوتا واحذر المراءة إن استطعت أن تضع نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال ورأي وفعل فافعل فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم وتزينهم من كلامك ورأيك وفعلك ما لم تزين هو الجمال لا يعجبنك العالم ما لم يكن عالما بمواضع ما يعلم وللعامل إذا جهل موضع ما يعمل وإن غلبت على الكلام وقتا فلا تغلبن على السكوت فإنه لعله يكون أشدهما لك زينة وأجلبهما إليك للمودة وأبقاهما للمهابة وأنفاهما للحسد احذر المراء وأغرب ولا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة واعلم أن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم ولا أن يتعلم منه فإن زعم زاعم أنه مجادل في الباطل عن الحق فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البين عاضر الذهن فإنه يخاصم إلى غير قاض وإنما قاضيه الذي لا يعدل بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله فإن آنس أو رجع عند صاحبه عدلا يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره وإن تكلم على غير ذلك كان مماريا وإن استطعت أن لا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشيء وإن استطعت أن لا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشيء إلا وأنت محتجن عنه بعض ذلك التماسا لفضل الفعل على القول واستعدادا لتقصير فعل إن قصر ففعل واعلم أن فضل الفعل على القول زينة وفضل القول على الفعل هجنة وأن إحكام هذه الخلة من غرائب الخلال الصبر على الأعمال يخففها إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان منها فإنه لا راحة لك إلا في إصدارها وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك والضجر هو الذي يراكمها عليك فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر أو يأتيه شاغل من الناس يكره إتيانه فيكدر ذلك بنفسه تكديرا يفسد ما كان فيه وما ورد عليه حتى لا يحكم واحدا منهما فإذا ورد عليك مثل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان به ما تختار الأمور ثم اختر أولى الأمرين بشغلك فاشتغل به حتى تفرغ منه ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر إذا أعملت الرأي معملة وجعلت شغلك في حقه واجعل لنفسك في كل شغل غاية ترجو القوة والتمام عليها لا تجاوز الغاية اعلم أنك إن جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير وإن جاوزتها في حمل العلم لحقت بالجهال وإن جاوزتها في تكلف رضى الناس والخفة معهم في حاجاتهم كنت المحشود المصنع واعلم أن بعض العطية لؤم وبعض الصلاة غم وبعض البيان عي وبعض العلم جهل فإن استطعت أن لا يكون عطاؤك جورا ولا بيانك هذرا ولا علمك وبالا ففعا احفظ المليح والرائع من الأحاديث اعلم أنه ستمر عليك أحاديث تعجبك إما مليحة وإما رائعة فإذا أعجبتك كنت خليقا أن تحفظها فإن الحفظ موكل بما ملح ورع وستحرص على أن تعجب منها الأقوام فإن الحرص على ذلك التعجب من شأن الناس وليس كل معجب لك معجبا لغيرك فإذا نشرت ذلك المرة والمرتين فلم تره وقع من السامعين موقعه منك فازدجر عن العودة فإن العجب من غير عجيب سقف شديد وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ولا يقلع عنه وعن الحديث به ولا يمنعه قلة قبول أصحابه له من أن يعود إليه ثم يعود ثم انظر الأخبار الرائعة فتحفظ منها فإن الإنسان من شأنه الحرص على الأخبار ولا سيما ما راع منها فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا يبالي ممن سمع وذلك مفسدة للصدق ومزارات بالمروة فإن استطعت أن لا تخبر بشيء إلا وأنت به مصدق ولا يكون تصديقك إلا ببرهان ففعل ولا تقل كما يقول السفهاء أخبر بما سمعت فإن الكذب أكثر ما أنت سامع وإن السفهاء أكثر من هو قائل وإنك إن صرت للأحاديث واعيا وحاملا كان ما تعي وتحمل عن العام أكثر مما يخترع المخترع بأضعاب من تصاحب من الناس انظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان أو منزلة أو من دون ذلك من الأكفاء والخلطاء والإخوان فوطن نفسك في صحبته على أن تقبل منه العفو وتسخو نفسك عما اعتاص عليك مما قبله غير معتاب ولا مستبطئ ولا مستزيد فإن المعاتبة مقطعة للود وإن الاستزادة من الجشع وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلق مقرب لك كل ما تتوق إليه نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروء واعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه وأن سفه السفيه سيطلع له منك حقدا فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك قد رضيت ما أتى به فأحببت أن تحتدي على مثاله فإن كان ذلك عندك مذموما فحقق ذمك إياه بترك معارضته فأما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك لك سداد لا تصاحب أحدا إلا بمروء لا تصاحبن أحدا وإن استأنست به أخا ذا قرابة أو أخا ذا مودة ولا والدا ولا ولدا إلا بمروء فإن كثيرا من أهل المروءة قد يحملهم الاسترسال والتبذل على أن يصحبوا كثيرا من الخلطاء بالإدلال والتهاون والتبذل ومن فقد من صاحبه صحبة المروءة ووقارها وجلالها أحدث ذلك له في قلبه رقة شأن وسخف منزله ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأيه ولا تجترئن على تقريعه بظفرك إذا استبان وحجتك عليه إذا وضحت فإن أقواما قد يحملهم حب الغلبة وسفه الرأي في ذلك على أن يتعقبوا الكلمة بعدما تنسى فيلتمسوا فيها الحجة ثم يستطيلوا بها على الأصحاب وذلك ضعف في العقل ولؤم في الأخلاق أي إكرام يعجب؟ لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو لسلطان فإن السلطان أوشك أمور الدنيا زوالة ولا يعجبنك إكرام من يكرمك للمال فإنه هو الذي يتل السلطان في سرعة الزوال ولا يعجبنك إكرامهم إياك للنسب فإن الأنساب أقل مناقب الخير غناءً عن أهلها في الدين والدنيا ولكن إذا أكرمت على دين أو مروءة فذلك فليعجبك فإن المروءة لا تزايلك في الدنيا وإن الدين لا يزايلك في الآخرة الجبن والحرص مقتلة ومحرمة اعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة فانظر فيما رأيت أو سمعت أمن قتل في القتال مقبلاً أكثر أمن قتل مدبرة وانظر أمن يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بطلبته أمن يطلب إليك بالشره والزيغ وعلم أنه ليس كل من كان لك فيه هوا فذكره ذاكر بسوء وذكرته أنت بخير ينفعه ذلك بل عسى أن يضره فلا يستخفنك ذكر أحد من صديقك أو علوك إلا في مواطن دفع أو محامة فإن صديقك إذا وثق بك في مواطن المحامة لم يحفل بما تركت مما سوى ذلك ولم يكن له عليك سبيل لائمة وإن من أحزم الرأي لك في أمر عدوك ألا تذكره إلا حيث تضره وألا تعد يسير الضرر له ضرر احترس مما يقال فيك اعلم أن الرجل قد يكون حليما فيحمله الحرص على أن يقول الناس جليد والمخافة أن يقال مهين على أن يتكلف الجهل وقد يكون الرجل زميتا فيحمله الحرص على أن يقال لسن والمخافة من أن يقال عيي على أن يقول في غير موضعه فيكون هذرا فاعرف هذا وأشباهه واحترس منه كله نزاهة العرض وبقاء العز إذا بدهك أمران لا تدري أيهما أصوب فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالف فإن أكثر الصواب في خلاف الهوى وليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم وليكن افتقارك إليهم في لين كلمتك لهم وحسن بشرك بهم وليكن استغناءك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك كيف تجالس الناس لا تجالس امرئا بغير طريقته فإنك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم والجافي بالفقه والعيي بالبيان لم تزد على أن تضيع علمك وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف وغمك إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه عنه واعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عابوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه جهلا حتى إن كثيرا من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس لا يحضره من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به وليعلم صاحبك أنك تشفق عليه وعلى أصحابه وإياك إن عشرك امرؤ أو رافقك أن لا يرى منك بأحد من أصحابه وإحوانه وأخدانه رأفا فإن ذلك يأخذ من القلوب مأخدا وإن لطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعا من لطفك به في نفسه واتق الفرح عند المحزون واعلم أنه يحقد على المنطلق ويشكر للمكتئب اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكره وتستجفيه وتستشنعه من المتحدث به عن نفسه أو غيره فلا يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشيء مما يأتي به جلسك ولا يجر أنك على ذلك أن تقول إن ما حدث عن غيره فإن كل مردود عليه سيمتعض من الرد وإن كان في القوم من تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول لخطأ تخاف أن يعقد عليه أو مضرة تخشاها على أحد فإنك قادر على أن تنقض ذلك في ستر فيكون ذلك أيسر للنقض وأبعد للبغضة ثم أعلم أن البغضة خوف وأن المودة أمن فاستكثر من المودة صامتا فإن الصمت سيدعوها إليك وإذا ناطقت فناطق بالحسنة فإن المنطق الحسن يزيد في ود الصديق ويستل سخيمة الوعر واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي المودة إذا لم يخالط ذلك بأو ولا عجب أما العجب فهو من دواعي المقت والشنآن المستشار ليس بضامن وجه الصواب اعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأي ليس بمضمون بل الرأي كله غرر لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة ولأنه ليس من أمرها شيء يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز بل ربما أعي الحزمة ما أمكن العجزة فإذا أشار عليك صاحبك برأيه ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل فلا تجعل ذلك عليه ذنبا ولا تلزمه لوما وعدلا بأن تقول أنت فعلت هذا بي وأنت أمرتني ولولا أنت لم أفعل ولا جرم لا أطيعك في شيء بعدها فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة فإن كنت أنت المشير فعمل برأيك أو تركه فبدى صوابك فلا تمنن به ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح ولا تلمه عليه إن كان قد استبان في تركه ضرر بأن تقول ألم أقل لك فعل هذا فإن هذا مجانب لأدب الحكماء حسن الاستماع تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه وقلة التلفت إلى الجواب والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما يقول واعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما يأتي به ويذهب بطعمه وبهجته ويزري به في قبوله عجلتك بذلك وقطعك حديث الرجل قبل أن يفضي إليك بذات نفسه كيف يكون الزهد؟ إن رأيت نفسك تصاغرت إليها الدنيا أو دعتك إلى الزهادة فيها على حال تعذر من الدنيا عليك فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال فإنها ليست بزهادة ولكنها ضجر واستخداء وتغير نفس عندما أعجزك من الدنيا وغضب منك عليها مما التوى عليك منها ولو تممت على رفضها وأمسكت عن طلبها أو شكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعاف ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك فأسرع إلى إجابتها حسن المجالسة وسوءها اعرف عوراتك وإياك أن تعرض بأحد فيما ضارعها وإذا ذكرت من أحد خليقة فلا تناضل عنه مناضلة المدافع عن نفسه المصغر لما يعيب الناس منه فتتهم بمثلها ولا تلح كل الإلحاح وليكن ما كان منك في غير اختلاط فإن الاختلاط من محققات الريب إذا كنت في جماعة قوم أبدا فلا تعمن جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك مخطئا فلا تأمن مكافأتهم أو متعمدا فتنسب إلى السفة ولا تذمن مع ذلك اسما من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول أن هذا لقبيح من الأسماء فإنك لا تدري لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك ولعله يكون بعض أسماء الأهلين والحرم ولا تستصغرن من هذا شيئا فكل ذلك يجرح في القلب وجرح اللسان أشد من جرح اليد ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض فيه والقطع للحديث ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل حديثا تعرفه ألا تسابقه إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه حتى كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلم أنك تعلم مثل الذي يعلم وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به وهذا الباب من أبواب البخل وأبوابه الغامضة كثيرة إذا كنت في قوم ليسوا بلغاء ولا فصحاء فدعي التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة واعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر وأن بعض شدة الاتقاء مما يدعو إليك ما تتقي واعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح فلا تكونن من ذلك في غرور ولا تجعلن نفسك من أهله اعلم أن من تنكب الأمور ما يسمى حذر ومنه ما يسمى خور فإن استطعت أن يكون جبنك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل فإن هذا الحذر ولا تنغمس فيه ثم تتهيبه فإن هذا هو الخور فإن الحكيم لا يخوض نهرا حتى يعلم مقدار غوره قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة يراها بصاحبه فيكون ما يشتفي بصاحبه في تصغير أمره وتكدير النعمة عليه أن يذكر الزوال والفناء والدول كأنه واعظ وقاص فلا يخفى ذلك على من يعنى به ولا غيره ولا ينزل قوله بمنزلة الموعظة والإبلاغ ولكن بمنزلة الضجر من النعمة إذا رأاها لغيره والاغتمام بها والاستراحة إلى غير روح وإني مخبرك عن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجا من سلطان بطنه فلا يتشهى ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وكان خارجا من سلطان فرجه فلا يدعو إليه ريبة ولا يستخف له رأيا ولا بدنا وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يقول ما لا يعلم ولا ينازع فيما يعلم وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة كان أكثر دهره صامتا فإذا نطق بذ الناطقين كان يرى متضاعفا مستضعفا فإذا جاء الجد فهو الليث عالية كان لا يدخل في دعوة ولا يشترك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عدلا وشهودا عدولا وكان لا يلوم أحدا على ما قد يكون العدر في مثله حتى يعلم معتذاره وكان لا يشكو وجعا إلا إلى من يرجو عنده البراء وكان لا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة وكان لا يتبرم ولا يتصخط ولا يتشهى ولا يتشكى وكان لا ينقم على الولي ولا يغفل عن العدو ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه وحيلته وقوته فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع واعلم أن خير طبقات أهل الدنيا طبقة أصفها لك من لم ترتفع عن الوضيع ولم تتضع عن الرفيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر